في بعض الناس أقول الله يعني ما عندما الباكم كارثة إنسانية مروعة يعيشها النازحون في السودان في إقليم دارفور يواجه الفارون من الرصاص أوضاعا مزرية جدا مجاعة شديدة وأزمة عطش حاد لم يجدوا لمواجهتها إلا أوراق الشجر من أجل البقاء على قيد الحياة مدينة الفاشر المحاصرة التي لم تدخلها أي مساعدات بسبب احتدام المعارك أصبح ساكنوها نزحين فيها لا مأوى لهم ولا طعام ولا ماء ولا دواء بعد انقطاع وصول الإمدادات الإنسانية في ظل تصاعد الاقتتال المسلح بطلب من طرفي السراء أنه يوقف الحرب دا ويفتهم ممرات لحتى يضغل المساعدات الإنسانية داخل مقيمات النزوح وينقذ الشعب السوداني أوضاع فاقمتها السيول والأمطار التي اكتسحت خيام النازحين في دور الإيواء بمدينة كسلة مهددة بانتشار الأمراض الوبائية دون توفر إمكانات ولا عمليات إغاثة لاحتوائها ما دفع منظمة الإنسانية إلى إطلاق نداء استغاثة للعالم من أجل التدخل الفوري لإنقاذ حياة النازحين وتخفيف معاناتهم ترجمة نانسي قنقر